بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب الصف الثاني عشر أهلاً ومرحباً بكم في درس تلاوة سورة فصلة من الآية التاسعة والثلاثين حتى الآية السادسة والأربعين تعالوا بنا بداية أعزائي الطلاب نتعرف أهداف درسنا يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يتلو آيات سورة فصلة من الآية التاسعة والثلاثين حتى السادسة والأربعين تلاوة صحيحة أن يفسر بعض الكلمات الواردة في الآيات أن يستخرج من الآيات بعض أحكام المدود تعالوا بنا الآن أعزائي الطلاب إلى تهيئة درسنا عزيز الطالب افتح الصفحة الرابعة والتسعين من الكتاب المدرسي وأجب هذا النشاط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم والسؤال عزيز الطالب ما فضل تلاوة القرآن الكريم وتدارسه كما ذكر في الحديث النبوي الشريف جميل تنزل على القارئين تنزل على القارئين للقرآن الكريم السكينة والرحمة وتحيط بهم الملائكة ويذكرهم الله للملائكة متباهيا بهم أي بالقارئين للقرآن أعزاء الطلاب تناولت الآيات التي سنتلوها الآن موضوعات عدة منها الحث على الاستقامة وأهمية الدعوة إلى الله تعالى بل وصفات من يقوم بالدعوة إلى الله تعالى كما تناولت بعض الآيات الكونية الدالة على البعث والنشور وتناولت التهديد لمن يلحدون في آياته سبحانه وتعالى كما أن فيها تنزيه للقرآن الكريم عن الباطل وأنه للذين آمنوا هدى وشفاء هذه بعض الموضوعات التي تناولتها الآيات التي سنتلوها الآن تعالوا بنا الآن إلى الهدف الأول أن يتلو والطالب سورة فصلت من الآية التهسعة والثلاثين حتى السادسة والأربعين تلاوة صحيحة هيا بنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة إعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم ريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أعزائي الطلاب بعد أن استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة المباركة لآيات من سورة وصلت يمكنك عزيز الطالب إعادة الاستماع لهذه الآيات من خلال مسح الرمز التالي عبر تطبيق قارئ الاستجابة السريعة في جوالك تعالوا بنا الآن إلى تقويم هدفنا عزيز الطالب اقرأ النصوص القرآنية الآتية قراءة صحيحة بناء على ما سمعت قبل قليل هيا بنا اتلوا هذه الآية الآن عزيز الطالب تأكد من صحة نطقك استمع فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اتلوا هذه الآية أيضا وركز في قراءتها عزيز الطالب قبل أن تستمع للتلاوة النموذجية لهذا النص القرآني انتبه معي انظر للنقطة التي فوق هذا الألف ماذا تعني هذه النقطة وكيف ننطق هذه الكلمة انتبه معي أصل هذه الكلمة أأعجمي الهمزة الأولى همزة استفهام أأعجمي يستفهم والهمزة الثانية همزة أصلية أعجمي أي غير عربي لا ينطق العربية إذن فهذا أسلوب استفهام وتوالت فيه همزتان متتاليتان ومن جمال وروعة القرآن الكريم أنه يسهل النطق دائما فنسهل الهمزة الثانية لتنطق نطقا ما بين الهمزة الحقيقية وبين الألف استمع أأعجمي وعربي أعجمي وعربي أعد سماع هذا النص القرآني مرة أو مرتين حتى تتقن قراءتها تعالوا بنا الآن إلى الهدف الثاني أن يفسر بعض الكلمات الواردة في الآيات هيا بنا مرت معنا في هذه الآيات كلمة الأرض خاشعة ماذا تعني أي يابسة جدبة ومرت معنا كلمة اهتزت ماذا تعني أي تحركت بالنبات أي أنبتت وكلمة وربت ماذا تعني أي نمت وعلت وكلمة يلحدون ماذا تعني أي يميلون عن الحق والاستقامة ومرت معنا كلمة أعجميا ماذا تعني أي بلغة العجم غير العرب وكلمة فصلت أي بينت وقر وفي آذانهم وقر أي صمم وكلمة مريب أي موقع في الريبة والتهمة تعالوا بنا الآن إلى تقويم هدفنا عزيز الطالب أذكر معاني الكلمات الآتية هيا الأرض خاشعة أي يابسة جذبة اهتزت أي تحركت بالنبات وربت أي نمت وعلت يلحدون أي يميلون عن الحق والاستقامة أعجميا أي بلغة العجم فصلت آياته أي بينت ووضحت وكلمة وقار أي صمم مريب أي موقع في الريبة والتهمة تعالوا بنا الآن أعزاء الطلاب إلى الهدف الثالث أن يستخرج الطالب من الآيات بعض أحكام المدود هيا بنا أحكام المدود أعزاء الطلاب تعالوا بنا بداية نتذكر أحكام المدود ثم نستخرجها من الآيات هيا بنا ما حروف المد؟ حرف الواو وحرف الألف وحرف الياء والسؤال كيف أتأكد أن هذه الحروف حروف مد؟ لابد من توفر شرطين الشرط الأول أن تكون خالية من الحركات ما معنى ذلك؟ انتبه معي فإذا وجدت عليها أي على حروف المد فتحة أو ضمة أو كسرة أو سكون فإنها لا تكون حروف مد تعالوا بنا لهذا المثال قال تعالى ومن يضلل هل الياء في كلمة يضلل حرف مد؟ لا ليست حرف مد لماذا؟ لأنها متحركة بالضم فوق الياء ضمة ويشترط لحرف المد أن لا يكون عليه حركة في رسم المصحف انتبه معي مستحيل أن يأتي حرف المد في أول الكلمة مستحيل والشرط الثاني انتبه معي أن تكون حركة الحرف الذي قبلها من جنسها أي شكلها قبل ماذا؟ قبل حروف المد انتبه معي فالألف يكون ما قبلها مفتوحا لأن الفتحة تشبه الألف مثال قال انظر لحركة القاف فتحة تشبه الألف إذن فهذا الألف وألف مد والواو يكون ما قبلها مضموما يقول ما حركة الحرف الذي قبل الواو؟ الضمة والضمة تشبه الواو أما الياء يكون ما قبلها مكسورا ككلمة قيلا انظر إلى حركة القاف كسرة والكسرة تشبه الياء تعالوا من الآن أعزاء الطلاب نتناول أحكام درسنا سنتناول اليوم ثلاثة أحكام للمد ما المد الأول؟ المد المتصل والثاني المد المنفصل والمد الثالث المد الطبيعي ما المد المتصل؟ المد المتصل هو حرف مد جاء بعده همز في نفس الكلمة مثال يشاء أين حرف المد؟ الألف ما الذي بعده؟ همزة هل هما في نفس الكلمة أو في كلمتين منفصلتين؟ في نفس الكلمة إذن فهذا مد متصل والمد الثاني المنفصل ما هو؟ هو حرف مد جاء بعده همز ولكن في كلمتين منفصلتين مثال ما أنت ألف كلمة ما جاء بعدها همزة ولكن الألف والهمزة في كلمتين منفصلتين ولذلك يسمى مد منفصل أما المد الطبيعي فهو حرف مد لم يأتي بعده همز أو سكون إذا جاء بعد حرف المد همز ماذا يكون؟ قد يكون مدا متصلا إذا كان في نفس الكلمة أو مدا منفصل إذا كان في كلمتين منفصلتين فالمد الطبيعي فالمد الطبيعي لا يأتي بعده همز وكذلك أو سكون إذا جاء حرف ساكن بعد حرف المد لا يكون مدا طبيعية مثال قيلا تعالوا بنا الآن عزاء الطلاب نأخذ أسئلة تطبيقية على هذه الأحكام انتبهوا معي استخرج من النص القرآني الآتي مدا متصلا مع ذكر السبب قال تعالى ولكن ينزل بقدر ما يشاء انظر إلى كلمة يشاء أين حرف المد؟ الألف ما الذي بعده؟ همزة هل هما في كلمتين أم في كلمة واحدة؟ في كلمة واحدة إذن فهذا مد متصل إذن المد يشاء السبب جاء بعد حرف المد الألف همزة في نفس الكلمة تعالوا بنا لسؤال آخر استخرج من النص القرآني الآتي مدا منفصلا مع بيان السبب قال تعالى وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ أين المد المنفصل في هذه الآية؟ انظر إلى كلمة في هذه ياء مد جاء بعدها همزة في أول الكلمة الثانية إذن فهذا مد منفصل جزاك الله خير إذن فالإجابة المد في قوله تعالى في آياتنا والسبب جاء بعد حرف المد الياء همزة في كلمتين منفصلتين تعالوا بنا لتقويم هدفنا عزيز الطالب اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي قال تعالى فأولئك ما عليهم من سبيل نوع المد في الكلمة التي تحته خط هو هيا عزيز الطالب متصل جزاك الله خير تعالوا بنا للسؤال التالي استخرج من هذه الآية السابقة ما يأتي مدا منفصلا عندنا ثلاثة مدود منفصلة في هذه الآية لنأخذ مثالا انظر إلى كلمة آمنوا إن واو الجماعة دائما يأتي بعدها ألف وكلاهما يكونان شيئا واحدا لكن الواو هي واو المد وليست الألف الألف لا ننطقها ولذلك كأنها ليست موجودة ما الذي جاء بعد هذه الواو؟ همزة كلمة إن فهو مد منفصل تعالوا بنا للمطلب الثاني مدا طبيعية كثير في الآية ما شاء الله في كلمة أهليهم تعالوا بنا الآن إلى الغلق استخرج من الآيتين السابقتين ما يأتي مدا جائزا منفصلا أين هو؟ أين هو؟ جزاك الله خيرا انتهينا من درس التلاوة نشكر لكم حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته